بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاء محابرتنا لها باليوم تتحدث عن الثلسيمية مثل ما تعرفون بالمحابرات السابقة قلنا الثلسيمية هي من ضمن الأمراض الوراثية أي الشخص يورثها من أمة أو من أبو أو من أمة وأبو إذن هو دم وراثي يكون موروث يعني للجينات هنا لها تأثير نحاول نتعرف ما هو هذا المرض إذن هو عبارة عن نقص أو خلل موروث يصيب الهيموغلوبين مثل ما قلنا الشخص يورثها من أمة أو من أبو أو من أبو أمة مثل ما راح نلاحظ بعد قليل هذا النقص أو الخلل اللي يصيب الهيموغلوبين يكون يا أما جزئي أو يكون كلي فراح تنتج جزئية هيموغلوبين غير طبيعية طبعا مثل ما تعرفون الهيموغلوبين طلابنا الأعزاء قلنا هو يتكون من البروتين اللي هو بروتين مرتبط مع الهيم الهيم قلنا من من يتكون من البروتو بورفيرين ويتكون من الأيران الحديد طبعا قلنا هذا الأمراض بالذات الخلل وين يصير بالقلوبيولين لأنه عبارة عن بروتين لأنه من المسؤول عن تكوين البروتين هي الجينات إذن الخلل الوراث هنا وين يشمل الخلل وين يصير يصير فيه سلسلة القلوبيولين ومثل ما عرفنا سلسلة القلوبيولين بالنسبة للهيموغلوبين تتكون من أربع جزئيات جزئياتين ألفا وجزئياتين بيتا هاي بالنسبة للHPA اللي هو موجود بالبالغين هسا بعد أن تعرفنا على الثلسيميا تعرفنا شنون هي مرض وراثي وليش بالقلوبيولين قلنا لأنه هو مرض ناتج عن خلل بالجينات وبالتالي يأثر بما أنه الجينات تؤدي إلى صناعة أو تكوين بروتينات بهالحالة راح يصير الخلل جيني إذن تصنيفها أولا ثلسيميا ألفا أي ثلسيميا ألفا ليش ألفا؟ بيّن لأن الخلل هنا يصير بالسلسلة ألفا الخلل بالسلسلة ألفا هذا الخلل قد يكون ناتج عن فقدان أو خلل بأربع جينات فنسميه four gene deletion أو ناتج عن خلل أو فقدان ثلاث جينات نسمي three gene deletion أو ناتج عن فقدان أو خلل بجينين فنسمي two gene deletion أو نقطة الرابعة ناتج عن خلل جين واحد أو نقص جين واحد فنسمي one gene deletion طبعا هذا نقص الجين راح يؤدي إلى خلل تكوين السلسلة نوع ألفا قلنا ليش سمينا ألفا لأنه الخلل وين يصير يصير بالسلسلة ألفا أي الخلل يكون موجود بالجينات المسؤولة عن تصنيع النوع الثاني من الثلاثيمية هي بيتا ثلاثيمية بيتا ثلاثيمية طبعا ليش سميناها بيتا قلنا لأنه الخلل ناتج عن الجينات المسؤولة عن تصنيع سلسلة بيتا الموجودة بالغلوبيولين وهذا يشمل لي نوعا رئيسيا بيتا ثلاثيميا ألفا أي بيتا ثلاثيميا ميجر عفوا بيتا ثلاثيميا ميجر اللي هي الهوموزايقوس هوموزايقوس يعني هنا الطفل ما أخذ الوراثة من أمه ومن أبوه يعني خلل الأم عندها خلل وراثي والأب حامل أيضا لهذا المرض فراحش ينتج عندي ينتج عندي ثلاثيميا ميجر اللي هي الهوموزايقوس اللي هي أيضا يسموها ثلاثيميا حوض البحر الأبيض المتوسط وموجودة هاي بالعراق وإن شاء الله نجيها بالتفصيل وطبعا هي تعتبر أخطر أنواع الثلاثيميا النوع الثاني من البيتا ثلاثيميا هو البيتا ثلاثيميا أي أنه الشخص يكون حامل لخاصية الثلاثيميا بس مو شرط ممكن ما تظهر على الأعراض إلا بعد مثلا يكبر بالعمر أو يتقرب بالأمراض أخرى يبين عليه فقر الدم هذا النوع من فقر الدم طبعا مثل ما طلابنا العزاء ثلاثيميا هو فقر دم وراثي فقر دم وراثي هذا الهد بالهيتروزايقوس يحدث الثلاثيميا تريت بالهيتروزايقوس هيتروزايقوس يعني الأم سليمة الأب قد يكون حامل للجين أو الأب سليم الأم حامل للجين يعني يأخذ الجينية أما من أما أو من أبوه وهي تكون أخف من البيتا ثلاثيميا ميجر هسا عدنا الألفة ثلاثيميا طلابنا العزاء راح نجي نأخذ فكرة شوية مبسطة عنها هذه الثلاثيميا تتحدث هنا تتحدث هذه الثلاثيميا أو تتقسم إلى أربع أقسام مثل ما تفضلنا قبل شوية أو تكلمنا قبل شوية وهو عبارة عن خلل هم نرجع ونقول خلل جزئي أو كلي بالهيموغلوبين بصناعة الهيموغلوبين يشمل للسلسلة ألفة لذلك سمينا نوع ألفة وهذا يعتمد أعراضها وشدتها ونوع المرض يعتمد على عدد الجينات المفقودة فعلى هالأساس الألفة ثلاثيميا تقسم إلى أربعة أنواع النوع الأول فور جين ديليجي مثل ما قلنا قبل قليل هي أنه هناك أربع جينات مفقودة أو أربع جينات بها خلل هذا راح شو يؤدي لي ليد توفيلر أو فيتال هيموغلوبين سنتيسيز وذ ديث وذ ديث إنيوترو هيدروبس فيتالس هناك إذا كان يوجد الخلل أربع جينات الخلل بأربع جينات فما راح يسم تصنيع سلسلة ألفة بهالحالة راح الطفل يموت بداخل الرحم اللي نطلق عليه التسمية هايدروبس فيتالس هايدروبس فيتالس وهو الطفل أصلاً ما ينولد يعني بداخل الرحم يكون ميت أيضاً تعتبر ثلسيمية خطوة ليش ما نعتبر خطورتها مثلاً مثل خطورة البيتا ثلسيمية لأن ذي شنولد الإنسان ويعيش بها معاناة هذا الطفل يموت بداخل الرحم ثانياً إذا كان هناك ثلاث فقدان إذا كان هناك فقدان لثلاف جينات أو خلل بثلاف جينات ثلاث جين ديلايجي لاتستو موديريتلي آآ سيفير ايش بي يعني نقص بال ايش بي آآ نقص شديد بال ايش بي اللي يكون دائماً اللاحظة هذول ينولدون أيضاً وممكن أن ينمون ويكبرون بس الهيش بي دائماً اللاحظة يقرأ عندهم من سبعة إلى ثمانية جرام بالديسيليتر آآ الفيلم الدموي مالهم عندما نجي مفحصة هؤلاء اللي يعدهم نقص ثلاث جينات راح اللاحظة مايكروسيتيك هايبوكروميك طبعاً احنا قلنا مايكروسيتيك يعني خلايا صغيرة بنفس الوقت الهيموغلوبين بها قليل اهم صفة بها إذا الهيموغلوبين قليل هي راح تصير هايبوكروميك إذن هي مادام مايكروسيتيك يعني هايبوكروميك أنيمية إذن فقر دم يتميز الوصف مالفقر الدم اللي يعدهم نقص مثل الجينات نسمي مايكروسيتيك هايبوكروميك أنيمية وفي سيبلينا وميغالي أيضاً تضخم بالطحال طبعاً تضخم الطحال بالثلسيمية يكون ملازم للأنواع لأنه كريات الدم الحمراء تموت قبل وقتها وأيضاً مثل ما قلنا بالمحابرات السابقة الريتكولوسيتيتوين تنضج تنضج بالطحال حتى تتحول إلى خلايا ناضجة أدى عملها بشكل صحيح فراح الطحال يتعرب إلى هايبر اكتف وأيضاً ما يتحمل الكمية مع الكريات الدم الحمراء اللي تموت به فراح يصير به تضخم يصير طبعاً نوع الهيموغلوبين هذول اللي يعدهم نقص بالثلاث جينات نسمي هيموغلوبين ايتش أو هيموغلوبين ايتش أيضاً تسمية ثانية إلى وهذا الاتش هيموغلوبين احنا أخذناه بالمحابرات السابقة انويتش هيموغلوبين ايتش لا تلاحظون هاي النقطة المهمة يعني وجود أربع سلاسل بيتا يعني هنا الهيموغلوبين البروتين اللي يكون للهيموغلوبين اللي هو من نوع الهيموغلوبين أو الهيموغلوبين يكون أربع سلاسل بيتا يعني لا وجود للسلاسل الألفة يبقى الحالة راح يكون غير قادر على أداء عمله بشكل صحيح can be detected can be detected in red cells by electrophoresis or by special staining هذا الممكن انشخصه للمرض شنون موجود عدة ايتش بي هيموغلوبين من نوع ايتش اللاحظة نقدر انشخصه عن طريق الترحيل الكهربائي للكتروفوريسيز أو بواسطة صبغات خاصة هسة ثلسيمية ألفة تريت أو ثلسيمية تريت نوع ألفة دائماً من تجدنا هنا تريت بالأمراض الوراثية أو فقر الدم الوراثي يعني معناها هنا هو راح يكون هيتروزايقوس هيتروزايقوس أي أنه ما أخذ الوراثة أو جدت الوراثة لهذا المرض لو من أمه لو من أبيه يعني أكو خلال جيني عد أبوه أو عد أمه فورثه شنو ميزة هاي الثلسيمية تريت ثلسيمية ألفة تريت تريتس آر أوفن نوت أسوشيتيت والأنيمية يعني اللي عدهم حاملين نوع ثلسيمية ألفة تريت أو عدهم خاصية هذا المرض ما يكون عدهم فقر دم بالأوضاع الطبيعية طبعاً إذا يتعاربون لأمراض أخرى أو يكبر بالعمر مثل العمر ما ليصير كبير ممكن أن يبين عنده فقر دم ويشخص صحيح نحن من شخص بس لكن عندما يسوي فحص MCV وMCH وMCHC لاحظ كلها تكون منخفضة كريات الدم الحمراء تعدادها يكون أكثر من خمس ملايين ونص إذا من تعداد كريات الدم الحمراء تقريباً ما راح نشخص بس لكن عندما نسوي MCV وMCH وMCHC ممكن أن نشخصها الإلكتروفوريس ما لاتهم نورمال يعني اللي عدهم هذا المرض اللي هو ثلسيمية تريت ألفة لاحظ أنه ألفة ثلسيمية تريت لاحظ أنه من نسوي ترحيل الكهربائي للهيموغلوبين راح نلاحظ أنه تكون نورمال يعني موجود عندنا الـ HBA الـ HBA2 الـ HBF بس أهم شيء إحنا ممكن شيء فينا هو النسبة الرشيو هي اللي ألفة على بيتا بما نعرف هي سلسلتين ألفة على سلسلتين بيتا فصير واحد على واحد إذن هي النسبة ثابتة النسبة ثابتة بالنسبة للهيموغلوبين الطبيعي من نسوي النسبة راح يطلع عندنا واحد على واحد تشير رشيو ستاديز آر نيديد توسير تاين أوف دا ايغنوغ نوسيز ممكن أن الشخص خليش لأنه ذاك وخلل قليل بألفة راح تطلع عقل من واحد يعني ما راح يصير واحد على واحد تاين نورمال النسبة الطبيعية الألفة على بيتا أحنا أي نقصد بها ألفة تاين نورمال أي على بيتا النسبة رشيو هي واحد إلى واحد ويستخدم ثلسيميا هذا النوع من الثلسيميا شي يصير بها؟ تقل الآن يصير أقل من واحد على واحد الثلسيميا الثلسيميا ميجر اللي قل عليها فقر دم البحر الأبيض المتوسط اللي قلنا عليها نشوفهم هذولا يعني يا أما من أقربائنا يا أما من الناس المحيطين بنا أو الجيران أو الطلبة أو مكان العمل اللي نعمل به اللي لاحظهم طبعا اللي هي مهمة جدا وموجودة عندنا بالعراق لأنها تنتشر بحوض البحر الأبيض المتوسط هنا راح تكون هوموزايقوس يعني الجينات من البيتا ثلسيميا ميجر هوموزايقوس يعني الوراثة جاية من الأم ومن الأب تلاحظون طلابنا الأعزاء أو كلايس أنيميا كلايس أنيميا يعني هي فقر دم البحر الأبيض المتوسط تلاحظون تلاحظون يعني أما هي تكون موروثة بحيث ماكو سلسلة بيتا كلهم يكون من نوع ألفا شوف بيتا زيرو أنا كاتبها أو يتم تصنيع جزء قليل من سلسلة البيتا إذن هنا الخلال وين صار عدي بالبيتا إذن من أقول لك ثلسيميا ميجر هترولوم هومو راح تقول هوموزايقوس زين ثلسيميا ميجر شنو تسميتها العامة تقول لي هي مديتيريان فقر دم البحر الأبيض المتوسط إكزيز أتشين بريسيبيتات إكزيز ألفا تشين طلاب العفو إحنا هاي مو عيقصد بها ألفا ألفا تشين بريسيبيتات إن إليثرو بلاست سيلز يعني هاي السلاسل اللي بقيت اللي هي من نوع ألفا راح يصير بيها ترسيب بداخل قريات الدم الحمراء أو يتترسب بداخل قريات الدم الحمراء من وقت الإليثرو بلاست يعني من بعدها في نخاع الأظم تطلع من نخاع العظم تكون غير قادرة على أداء مهامها بسبب سيفير إليثرو بايوسيز يعني إليثرو بايوسيز نعرف عملية تستيقرات الدم الحمراء وين تصير نخاع العظم إذن العملية الخللي يبدى منك من نخاع العظم لذلك قلنا بما أن هاي الثلاثيمية قلنا مهمة ومنتشرة بالبلدنا العراق الحبيب المواصفات السريرية المواصفات السريرية بنخاع العظم لحتى يصنع يحاول يصنع كريات لكن حتى هذا العمل كل هذا يطلع بها خلل لأن هناك خلل بجين اللي يؤدي لها تصنيع كريات الدم الحمراء هاي بره راح يكون هناك أوبرلود بالحديد ليش؟ لأن الكريات غير قادرة على أخر الحديد بشكل صحيح فيصير زيادة بالحديد لذلك يمنع منع اللي عندهم هذا النوع من الثلاثيمية أو الثلاثيمية نعالجة بالحديد أو ننطيب الحديد يعني يعني صايرة حالات عندنا يجول للأطباء يروح يضطيج اكتوفير هاي الأبرمان الحديد أو يضطي كابسول أو حبوب حديد يحاول يزيده وهو يلاحظ أنه الهيموغلوبين ثابت نسبة الهيموغلوبين مزيد عدة المفروغ الطبيب يكون أذكى من هالجانب يحاوله الكتروفوريسيز أو يشك بوجود خلل أو مرض وراثي لأن يعالجون بغير طريقة وراح نجي إن شاء الله على العلاج مالتهم النقطة الثالثة اكسبانشن اوف بونز ديوتو مديرالي هايبربلازيا ليدنك تو ثالاسيميك فيس طبعاً رح يصير لأنكو هايبر اكتف بالنخاع العظم هايبربلازيا يعني زيادة بالتنسج المين جت زيادة التنسج من هايبر اكتف من زيادة الفعالية مع النخاع العظم رح يؤدي إلى توسع أو تشوهات بوند ديفورميتي أو اكسبانشن بالعظام هابا رح يؤدي لي إلى ثلاثيميك فيس طبعاً اهل الثلاثيمي هاذا النوع بالذات يكون عدهم وجه مميز يسمونه ثلاثيميك فيس ويقدرون عنا طلابنا تكتبون ثلاثيميك فيس وتشوفون الوجه اشتور يطلع لكم النقطة الرابعة المهمة هي ثنينغ أوف كورتيكس أوف مني بونز يعني القشرة مالي العظام بالذات العظام الطويلة يصير بيها ثنينغ يصير بيها يعني نحافة تتنحف هايش يسوي يصير بيها يكون هناك عدها ميلة ينكسر لذلك اللاحب المصاب بهذا النوع من الثلاثيميك ما يقدر يؤدي أعمال يمكن الأشخاص العاديين يؤدوها لأن راح يتعرب إلى تكسر بالعظام وكذلك تلاحب هناك بروزات شعرية من نهاية الجمجمة عندما يتم أخذ أشعع أشعع الجمجمة طبعا هذا نتيجة التحور بالعظام النقطة الخامسة المهمة لا تلاحبون شقد مهمة أو شقد معانات الله يساعد اللي مصاب بهذا المرض النقطة الخامسة فشل النمو بشكل عام أو ديليت أو أبسنت بيو بريتي يعني يصير عدهم فشل بالنمو ما يصير عدوا نمو بلوغ نهائيا أو قد يتأخر البلوغ ما لهم بشكل يعني هو يتأخر البلوغ ما يبلغ مثل حالة حالة أقرانة بسبب تأثير هذا المرض على الهرمونات النمو على الغدة النخامية وأيضا تأثيرات واسعة تكون وكبيرة أيضا يكون عدهم ديابيت دياجنوسيز بعد أن تعرفنا على مالتها شون يشخص هذا النوع من فقر الدم أولا من راح اللاحظ راح يكون سيفير مايكروستيك أنيميا طبعا هاي تسميتها يعني لاحظ الخلايا من النوع الصغير هي مغلوبين بها قليل وبالتالي الصبغة تكون قليلة يعني نوع الأنيميا نسميها سيفير مايكروستيك أنيميا في المدد من فحصة اللاحظ أول شيء الخلايا من نوع مايكروستيك ونلاحظ أن الخلايا أو الفيلم يكون هايبوكروميك هايبوكروميك يعني انخفاب الصبغة الفيلم يكون فاتح الريتكيولوسايت كاونت والنورمو بلاست والتارجت سيل والبيزوفيليك ستيبينك إن ذا بلاد فيلم هبن الخلايا كلهن اللاحظهن طبعا أنا وشكل طبيعي نشوف الريتكس لأن قلنا أول خلية تنزل للدم المحيطي من نخاع العظم هي الريتكيولوسايت لكن النورمو بلاست ما تنزل بس هنا في هذا المرب راح تنزل أو في هذا النوع من فقر الدم راح تنزل النورمو بلاست ليش تنزل لأنه قلنا شدة أو هايبر اكتيب أكو بنخاع العظم فالتارجت سيل أيضا راح تكون موجودة بالبلاد فيلم البيزوفيليك ستيبينك أيضا نلاحظها بالبلاد فيلم النقطة الثالثة المهمة بالتشخيص وطبعا أهم نقطة بالتشخيص ونحولهم للإلكتروفوريسيز فالإيش بي إلكتروفوريسيز راح يطلع للتالي أبسينز أو ألموست كومبليت أبسينز أوف إيش بي إيش بي إي يعني إحنا مو قلنا مال البالغين وقلنا البالغين نقصد بهم هنا أن الطفل بعد يصير عمره أكبر من سنتين أو بعد أن يكمل من العامين من عمر الطفل تقريبا الـ HB مال 98% منه يتحول إلى HBA اللحظة هذا ما موجود HBA ما موجود بنسوي إلكتروفوريسيز تقريبا الـ HB تقريبا الـ HB الـ HB تقريبا الـ Hb بقش راح يكون يكون نوع الـ HB بين النوع الـ HBF طبعا قلنا الـ HBF موجود يبدي يتكون بالجنين الطفل بداخل بطن أمه وينولد ويبقى لحد السنتين نسبته تتنازل على ما الطفل يصير عمره سنتين لاحظه هنا يرجع يتحور الهيموغلوبين يعني يتحور الهيموغلوبين يعفو يصير كله من نوع هسا النوع الثالث قلنا الطبيعي من الهيموغلوبين العدنا هو الهبا 2 يعني يكون بشكل طبيعي هذا مستوى ما بيتغير او يزيد بشكل قليل ماركتلي انكريز ان ذا الفا على بيته رشيو هنا لاحظ نسبة الالفا سلاسل الالفا على سلاسل البيتا يصير بيها زيادة ليش زيادة لان ذا البيتا ماكو راح يصير واحد على عدد مواحد فيصير اكبر من واحد اذا زيادة بينما ذي شي قلنا بيها ثلاثيمية النوع الالفا قلنا يصير بيها نقصان يعني قلة من الواحد بينما الثلاثيمية هذه اللي ذا نحشى عليها السل اللي هي المديتيريان او ثلاثيمية بيتا ثلاثيمية ميجر الهوموزايقوس قلنا يصير بيها زيادة بنسبة الالفا على بيتا هسا نجعل علاج مثل ما قلنا طلب ريجولار بلاد الترانسفيوشن يعني فترات منتظمة لابدال الدم او ننقل لهم دم دائما يحتاجون الى نقل دم لان ماكو قريات طبيعية تصنع حتى ما يتعرضون للوفاة او للصدمة يجب ان يتم نقل الدم اليهم فترات منتظمة طبعا هاي بعد فترات من نقل الدم الجسم يقول غير قادر على تقبل نقل الدم وبالتالي ممكن ان يفارق الحياة فوليك اسد ثيرابي نعالجهم بالفوليك اسد ومثل ما تعرفون طلابنا العزاء الفوليك اسد احنا مو بدنا من الامور المهمة اللي تدخل في صناعة كريات الدم الحمراء شوف هنا ثيرابي ايرون كيليتنك ثيرابي ننطع علاجات تقلل نسبة الحديد او تقلل من امتصاص الحديد لان هو عنده اوبرلود طبعا لان اكو زيادة بالحديد طلابنا العزاء الخلايا ما تقدر تاخد الحديد بشكل صحيح خلايا تموت قبل وقتها وتتكسر فراح يصير زيادة بالحديد وين يصير هذا الحج كله بالطحال فلذلك هؤلاء اللاحظ بعد فترة من يتقدم عندهم المرض او يتقدمون بالعمر اللاحي يصيرون عنده بتضخم بالطحال يفطرون العطباء الى ان يستأصلوا نسميه سبلينوكتامي فطبعا اذا استأصلوا قريات الدم الحمراء راح تموتوا يتحرروا من هالحديد تحت الجلد فلذلك نلاحظ لونهم يتحول الى اسود المصابين بهذا النوع السلسيميا تريت ماينر ايضا خاصية طلاب تلاحظون من قنا خاصية يعني معناه هتروزايقوس يعني معناه شنو لو وارثة من امه لو وارثة من اب وماما اخذ من الام والاب يعني لو الام حاملة للجين لو الاب حامل للجين من اقول تريت شنو هالحظ هتروزايقوس شوف قبل فترة قد قلت لكم ابنورمالاتي كاركترايز باي ماركتلي هايبو كروميك مايكروستيك بلاد بكتر اذا هو شعده النوع الفيلم او النوع الانيميا او البلاد بكتر يكون مايكروستيك خلايا صغيرة قليلة الهيموغلوبين بالتالي راح تكون هايبو كروميك راح نلاحظ الام سي في الام سي اتش والام سي اتش سي قلت VERY ل 체 بأيتم дисقلات اي ام انيه اATMILD اتش ام هو بتش الام سي ام انيه يعني لو عدة اانيمية متوسطة لو erzählt انه من يشعر عدة اانيميه هاتش بي مالتهم يكون من الدعش الى 15 قرمبل ديساليتر طلابنات اولا Lima طلابنات الاعزاء هنه هذا بالزات هبا نوع الانيميا اللاحظه مثلا عند النساء بعد الزواج عدة الرجال او النساء بعد ان يتقدمون بالعمر راح نشخص عندما هاي الانيميا اذا مثلا يعني مناطق ناعية ما يراجعون للطبيب ما يسويين هاي النسب اللي يعتمد عليها الأطباء أو ما يسويين تحاليل فاللاحظ راح من المرأة تبدي فترات الحمل عندها مثلا اللاحظ راح تبدي تشكو من فقر دم يروح يحللون يلقون عندهم هاي الخاصية طلابنا الأعزاء عدنا الثلاثيميا فيلم الثلاثيميا فيلم أو البلاد بيكتشار أو الفيلم مال الثلاثيميا اللاحظة كالتالي طلابنا الأعزاء لاحظوا شوف موجود تارجت سيل مثل ما قلنا موجود تارجت سيل لو تركزون راح تشوفون بيزوفيلك ولو تركزون راح تشوفون استوموتوسايت راح تشوفون تير دروب راح تشوفون سيجر سيل راح تشوفون بوكيولوسايتوسيز وأيضا نقطة مهمة أخرى راح تلاحظون الروليت فورميشن طبعا هذا الفيلم عندما يطلع بهالطريقة الأخصائيين يعني راح يشخص على أنه مصاب بالثلاثيمية شكرا طلابنا الأعزاء شكرا طلابنا الأعزاء شكرا